السلام عليكم أساطير HD Action يقال دائماً ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة فإن كنت من محبي الغموض والإثارة والقضايا الغمضة دلوقتي فعلنا بيج أرشيف خلينا أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها يلا يا صديقي ادخل للبيج هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة بطن فيلمنا النهاردة هو محقق بيقرر إنه يسخر حياته كلها للقضاء على مجرم مجهول وبيتعاون مع تاجر ممنوعاته بداية حياته علشان يحقق الهدف ده لكنه بيتفاجأ بالنهاية الغير متوقعة تماماً ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم بيبدأ فيلمنا مع المحقق جو هو في طريقه لإحدى الأماكن في الجبال الجليدية لكن علشان نعرف اللي وصله للمكان ده لازم نرجع شوية بالزمن لما كان جو قاعد في كافيه ودخلت البنت اللي مشغلها مخبرة عنده علشان تقعد معاه وبيبقى جو هدفه الوحيد هو الأبضع لأكبر تاجر ممنوعات في أسيا واللي اسمه السيد لي بس الموضوع بيبقى صعب جداً لإن محدش يعرف شكل السيد لي لحد دلوقتي ولإن المخبرة كانت بتشتغل مع أتباع لي قبل كده جالها مكلمة من بنت بتطلبها بالإسم علشان تشتغل مع السيد لي وطبعاً جو استغل الموقف وطلب من المخبرة إنها تروح وتبلغوا باللي هيحصل كمان بيديها موبايل في جهاز تتبع علشان يقدر يوصل لمكانها في أي وقت ورغم رفض البنت اللي عايزة تعيش حياة طبيعية مش أكتر إلا إن جو بيصر عليها لإن نفسه يقبض على السيد لي بأي طريقة بس بعد ما بتتحرك البنت بفترة بتبعت لجو رسالة فيها صورة الجراج معين فبيتحرك جو على هناك وهو عمال يرن عليها لكنها مش بترد لحد ما بيوصل لمكانها بالزبط وبيتصدم إنها مضروبة بشكل قاسي جداً وفاقدة للوعي فبياخدها بالسرعة على المستشفى علشان يلحقها لكن حالتها بتبقى صعبة جداً لكنها بتفوق للحظات وبتعمل لجو رقم 8 بالإنجليزي وقبل ما يعرف منها الرقم ده بتاع إيه بتفقد البنت وعياها مرة تانية لحد ما بتموت تحت أنظار جو ولما بيرجع جو للمكتب بيفضل المدير بتاعه يزعق معاه بسبب إنه فقط بنت صغيرة في محاولة منه إنه يوقع السيد لي إلا حتى الآن وبعد سنين من البحث ما يعرفوش حتى شكله وبيطلب المدير من جو إنه يبعد عن القضية لكن جو بيرفض بشدة خصوصاً بعدما السيد لي بعت له رسالة إنه عارف المخبرة بتاعته وقتلها وده بيحفز جو أكتر إنه يفضل يدور عليه لحد ما يلاقيه في الوقت ده واحدة من مساعدين السيد لي كانت راحة تحضر اجتماع مهم لكنها بتتأخر شوية والتأخير ده بينقذ حياتها لإن المكان كله بينفجر عند وقت معين وهنا المساعدة بتاخد العربية وبتتحرك فوراً على الإسم علشان تقابل المحاقق جو اللي بيعرفها في الحال وبيسألها عن سبب حضورها النهاردة فبتقوله الست إنها تساعده علشان يقبض على السيد لي لكن لازم يخليها هنا في الإسم لإن المفروض إنها ماتت في الانفجار اللي ضبره السيد لي وبتعرفوا كمان إن الإجتماع ده كان لكل المديرين التنفيذيين لسيد لي وكان عايز يخلص منهم كلهم بعد ما وصل لصنوع عقار مخدر اسمه لايكا وعايز يصدره للعالم كله وبتأكد له الست إن السيد لي زي الشيطان بالزبط وما حدش يقدر يتوقع أفعاله أبداً وبيعرف جو إن فيه مصنع تابع للسيد لي انفجر لكن فيه واحد ناجى من الانفجار هو والكلب اللي اتعرض لحروق في الوقت ده بتطلب الست من جو إنه يبعد حد يجيب لها الدواء بتاعها وأكل وده علشان تبدأ تحط لهم الخطة اللي هيقبضوا بيها على السيد لي بعدها بيوصل خبر لجو إن الناجي الوحيد من الانفجار هو عامل اسمه يونج ويونج كان بيعيش مع أمه في المصنع من زمان وأمه ماتت في الحريق ده وأثناء ما كان جو بيتكلم مع واحد من المساعدين بتوع علشان يدوروا وراء مدير شركة الأدوية اللي مات في الظروف غمضة بيتفاجئوا إن الست اللي جات لهم اتعرضت للتسمم وماتت في الحال فبيطلب جو من المساعد إنه يشوف السواء اللي جاب لها الدواء بسرعة خصوصاً إنه بتجيلوا مكالمة من المستشفى بيعرفوه إن يونج اختفى من غرفته فبيروح جو على هناك بسرعة وبيفضل يدور لحد ما بيشوف يونج واقف قدام جسة أمه اللي ماتت بشكل بشع جداً وبييجي واحد من رجالته وبيديله تليفونات يونج لإن فيه رسالة مشفرة وصلت عليها وبيدخل جو يتكلم مع يونج ويسأله عن علاقته بالسيد لي لإنه كان بيشتغل في المصنع بتاعه لكن يونج بيفضل ساكت لحد ما بيسمع إنه نجا هو والكلب من الانفجار اللي حصل فبيسأل على طول عن اللي حصل للكلب فبيوري له جو صورة الكلب اللي تصاب بحروق شديدة جداً لكنهم بيحاولوا إنهم ينقذوه في الوقت الحالي وبيقول يونج إن الكلب اسمه جيدو رغم إنه مش من السلالة دي ولما بيعرف يونج إن جو هيفضل ورا السيد لي لحد ما يقبض عليه بيقرر إنه يتعاون ويقول له كل المعلومات اللي يعرفها وبيبدأ يونج يحكي إن على مدار السنين ظهر كتير من الناس انتحلوا شخصية السيد لي لكن كلهم انتهى بيهم الأمر ميتين بمنتهى الوحشية ولما بيوري جو التليفونات بتاعته بيعرفوا إنه واحد منهم للتواصل مع الصينيين علشان يعملوا صفقة معهم والرسالة المشفرة معناها إن بكرة في فندق معين المفروض إن يونج يروح يقابل المشتري وبيفهم جو إن السيد لي بيتوسع وعايز يسيطر على السوق الصيني كمان وبيأكد له جو إن المشتري عايز يقابل السيد لي بنفسه وده معناه إن بمجرد ما يروح يونج ويعرض عليهم المنتج المرة اللي بعدها ساعة التسليم السيد لي هيكون موجود وبيبدأ جو فريقه يجهزوا الخطة علشان يتمكنوا من الأبضى على السيد لي وبيقول يونج إن السيد لي قدر إنه يبعى تعينها من مخدر اللايكة للمشتري جين وإنه كمان عارض عليه إنهم يتعاونوا مع بعضه وبسبب كده خطف يونج واتفق معاه إنه ييجي البلد علشان يقابل السيد لي والمفروض إن اللي يروح مع يونج هو عضو مؤسس في المنظمة اسمه سون لكن يونج بيأكد لهم إن سون شارس جداً وبدون رحمة بس جين ما يعرفش شكله لحد دلوقتي وهنا بتيجي لجو الفكرة المجنونة وبيقرر إنه يقلد شكل سون ويروح مع يونج كأنه هو وبيجهزوا يونج هو كمان وبيحطوا له كاميرا في الجرافات علشان يشوفوا اللي بيحصل زي ما حطوا لجو ساعة في إيده وفيها مايكروفون وبمجرد وصول يونج وجو للفندق بيلاقي واحد خارج غرقان في دمه ولما بيدخل الغرفة بيلاقوا جين إيده مليانة دم وبيفهموا إنه هو العور الراجل ده وبتظهر حبيب جين المجنونة وبتفضل تعالج إيده بعدها جين بيبدأ يتعامل مع جو بعنف لإنه ما يعرفوش وكان في انتظار السيد لي وبتحاول حبيب جين إنها تشيل الكرافاتة اليونج لكنه بيرفض فبتقرر إنها تشيل الكاميرا المتعلقة في الكرافاتة وترميها وهي مش عارفة إنها كاميرا فبيشغل جو الساعة اللي معاه فوراً علشان فريقه يقدر يسمع اللي بيحصل وبيأكد جو لجين إن في الاجتماع اللي جاي أكيد السيد لي هيقابله بنفسه وبيطلع عينة من مخدر اللايكة علشان يجربوا جين ومجرد ما جين وحبيبته بيجربوا المخدر بيكتشفوا إنه كويس فعلاً ويقدروا يكسبوا منه فلوس كتير وبيوافق جين إن يونج وجو يمشوا في الوقت ده بيتحرك الثنائي بسرعة من المكان لإن سون الحقيقي المفروض إنه هيقابل جين علشان يتفقوا على الصفقة وبيبدلوا مخدر اللايكة اللي مع يونج بحاجة تانية علشان لو اضطر يونج اللي هيعمل دور الجين المشتري إنه يتعطاه وبيوصل سون ويونج بيبقى معاه علشان يقابلوا المشتري جين بس بيبقى واحد من فريق جو لسه بيركب الكاميرات في المكان وخلاص سون على الباب فبيقرر جو يرتجل وبيضرب الراجل بتاعه بالكباية في دماغه وبيخلي الحارس يطلعه بره وبيعمل نفس معامل جين بالزبط وبيقعد الكل على الترابيزة بعدها وجو بيتقمص الشخصية جداً في تعامله مع سون علشان ما يشكش في حاجة لكن لما بيطلع يونج المخدر المزيف اللي معاه بيحس سون إن في حاجة غلط وبيبقى عايز يشوفه لكن مساعدة جو بسرعة بتقلب العصير عليه وبتشيله من قدامه هنا بيطلع سون عينة المخدر اللي معاه وبيبقى عايز جو يجربها فبيحاول يونج يمنعه لكن سون بيطلب منه ما يدخلشه هنا جو بيتحول عليهم وبيقرر إنه يتعاطى المخدر علشان يثبت إنه جين فعلاً وبمجرد ما بيتعاطى بيحس بحالة غريبة لإنها أول مرة في حياته ومع ذلك بيقدر يسيطر على نفسه وبيفضل يهدد سون إن المرة الجاية لو السيد لي مجاش بنفسه هيخلص عليه وبيدخل الغرفة بعدها وبيقع في الأرض من كتر الألم وبيفضل يتخيل المخبرة اللي ماتت بسببه لحد ما بيغمى عليه تماماً فبيحاول يونج بكل الطرق إنه يفواءه لحد ما بيفوق لكنه بيتخانق مع يونج لإنه بيتصرف من دماغه وكان هيبوز الدنيا مع سون بعدها بيجي لهم رسالة من جيني الحقيقي إنه قبل الصفقة بتاعتهم وتاني يوم بيروح جو يستلم المواد الخام اللي هيصنعه منها المخدر وبيعرف جو إن فيه مصنع معين موجود فيه اتنين من أفضل الكيميائيين في العالم وهم دول بس اللي يقدروا يصنعوا مخدر اللايكة ومش بيتكلموا مع حد غير يونج ولما بيوصلهم يونج وهو مركب الكاميرا بيفهم جو إنهم مش بيتكلموا أصلاً وبيتعاملوا بلغة الإشارة مع يونج ولما بيقعد يونج يأكل معاهم بيعرفهم بوفاة أمه في المصنع فبيحزنوا عليها جداً لإنهم كانوا يعرفوها وبيعملوا الطقوس اللازمة علشان يقدموا الاحترام ليها بعدها بيبدأوا العمل على طول علشان يخلصوا الشحنة المطلوبة منهم في الوقت ده بييجي أخبار لجو بيعرفوه إن السواء ملوش دعوة بموت الست اللي حاول تساعدهم والمفروض إنها ماتت لإنها أخذ الدواء غلط مش أكتر وبتدي له المساعدة بتاعته ملف خاص بيونج وبموج ما بيشوفه بيروح على طول يقابل يونج خصوصاً إن الصور تخص أمه اللي ماتت في المصنع لكن الطفل اللي في الصورة مش شبه يونج أصلاً ساعتها بيحكي له يونج إنه جه من هونج كونج زمان وهو صغير في حاوية بيتحط فيها ممنوعات وقتها شافته الأم اللي ماتت وربته مكان ابنها اللي في الصور لإنه مات من فترة وقرروا يعملوه إنه هو ابنهم يونج لدرجة إنهم قدموله في المدرسة بنفس الاسم وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيوصل مجموعة أشخاص فبيخرج جو بسرعة وبيشوف حراس كتير بيخرجوا من العربيات وبيبقوا تابعين لصاحب شركة أدوية اسمه براين واللي بمجرد ما بيشوف يونج بيعتذر له عن اللي حصل لأمه في المصنع خصوصاً إنه هو اللي أمر بحرق المصنع تماماً ولما بيحاول يونج يتكلم معاه ما بيردش عليه براين وبيأخذ بعضه وبيمشي وأول ما بيمشي سون بيتضايق جداً من يونج لأنه بيتدخل في اللي مالوش فيه وبيضربه وأثناء ما كان سون مروح بتجيله مكالمة من براين بيؤمره إنه يخلص على يونج فبيحاول سون يفهمه إنه مهم بالنسبة لهم الفترة دي لكن براين بينهي معاه المكالمة وبيأكد له إن ده أمر ولازم يتنفذ في الوقت ده جو فريقه بيبدأوا يدوروا وراء براين علشان يعرفوا هو مين وبيكتشفوا إنه ابن الراجل صاحب شركة الأدوية اللي مات في الظروف غمضة وبيخمنوا إنه ممكن يكون قتل أبوه علشان يستولي على أملاكه وبمجرد ما بيشوف جو علامة شركة الأدوية بتاعت براين بيلاقيها شبه رقم 8 اللي كتبته المخبرة قبل ما تموت وبيفهم براين إنه لي علاقة بحاجة من اللي بتحصل دي أما سون فبيقرر إنه يروح لبراين الشركة علشان يتكلم معاه بخصوص يونج بس براين بيتضايق جدا لإنه حذروا ما يجيش الشركة تحت أي ظرف وبينزل عليه الضرب بمنتهى القوة وبيؤمروا إنه يخلص من يونج وفي اليوم التالي بيبقى لتنين العلماء قدروا يصنعوا الكمية المطلوبة من المخدر اللايكة وبيجهز جو نفسه وهو كمان لإن النهاردة يوم التسليم وبيؤمر رجالته إنهم يقبضوا على العلماء بعد انتهاء المهمة وبينزل هو والمساعد بتاعه يبصوا على الشنطة اللي فيها عقار اللايكة لكن فجأة بيلقوا قدامهم حبيب الجين ورجاله كتير جدا وبيقبضوا على جو يونج والمساعد كمان ولما بيفوقوا بيلقوا نفسهم قدام جين اللي بيسأل المساعد إذا كان هو السيد لي ولا لأ ولما بيعرف إنه مش هو بيديله طلقة في الحال وبيطلع الكرت بتاع جو علشان يأكد له إنه كشفه خلاص وعرف إنه محاقق شرطة لكن قبل ما يقتله بيقدر جو إنه يطعن الحارس ويعمل فوضى في المكان وبياخد السلاح وبيبدأ ضرب النار على جين بمنتهى القوة وكل ما يظهر واحد من رجال الجين بيضرب جو النار لحد ما بيخلص عليهم في نفس الوقت اللي بيدخل فيه اتنين من فريق جو للمصنع وبيلاقوا العلماء عملين لضرابوا عليهم النار ولما بيحاولوا يتتبعوهم بيلاقوا قنبلة بتنفجر في واحد منهم وبتقتله أما جين المجنون كان بيضرب النار نحية جو بمنتهى القوة علشان يقتله لكن جو بيظهر قدامه وبيدخل الاتنين في قتال شارس وبيقدر جين إنه يوقع جو وكان خلاص هيقتله لكن هنا بيظهر يونج في الوقت المناسب وبيقتل جين للأبد وبينقذ حياة جو وبيدخل يونج ويسيب عينة من اللايكة في إيد حبيب جين اللي ماتت وبيطلع مع جو وأثناء ما كانوا في الطريق بيعرف جو اللي حصل لواحد من فريقه في الانفجار وبيلوم على يونج إنه معرفهمش بوجود قنابل في المصنع بعدها بيروح يونج لسون علشان يسلمه لسون اللي بيبقى وشه متبهدل بسبب براين وبيرجع بعدها لجو علشان يكمله خطتهم في الأبد على السيد لي الغامض وبييجي يوم التسليم وبيروح جو كأنه جين ومعاه يونج وبيقابله براين في شركته لكن براين أول ما بيشوف يونج بيأمر سون إنه ياخده يخلص معاه حاجة وسون بيربطه في مكان وبيبقى يخلص عليه زي ما طالب براين وبيلاحظ جو إن براين آل بالشركة لصناعة الممنوعات والمكان كله مليان بالأدلة ولما بيقعد قدام براين بيلاقيه بيعترف إنه هو السيد لي الحقيقي لكن جو بخبرته الكبيرة وإنه فضل طول حياته يدور على السيد لي بيعرف إن اللي قدامه ده أكيد مش السيد لي أبدا فبيستاذي براين رجلته لإنه بدأ يشك في جو لكن قبل ما يحصل حاجة بيتفاجأ الكل بوحدة دخلة معاها شنطة وبتقولهم إنها من السيد لي ولما بيفتحوها بيكون فيها دراع صون وماسك موبايل وبيرن الموبايل برقم السيد لي فبيرد جو علشان يفهم اللي بيحصل لكن فجأة بيظهر أشخاص مقنعين بيرموا قنابل دخان وبيبدأوا يقتلوا في كل اللي بيظهر قدامهم وبيدخل جو في قتال عنيف مع براين لحد ما بينضرب طالق في كتفه وبيقع على الأرض والمقنعين بيأخدوا براين معاهم علشان يفوق براين ويلاقي نفسه مربوط وقدامه يونج وبيفهم براين من كلام يونج إنه هو السيد لي الحقيقي وبيكون متضايق جدا بسبب الحروق اللي أصابت الكلب بتاعه وبيخل العلماء الصامتين يولعوا في جسم براين بنفس الطريقة علشان يعاني العذاب اللي حسوا الكلب وبيتصل بعدها على جو بيعرفوا إن السيد لي موجود في الدور الأرضي ولما بينزل جو بيلاقي براين محروق بشكل قاسي وبيفهم إن يونج هو السيد لي الحقيقي وإنه كان بيخدعه طول الوقت فبيتحرك بالعربية بتاعته فورا من المكان بعدما فهم إن الكلب ده عزيز على يونج وبيفتكر لما نده على الكلب باسم لايكا فرد عليه في الحال ولما بيوصل لمكان الكلب بيلاقيه اختفى وبيطلع مدير جو في التلفزيون وبيقول إنهم قبضوا على السيد لي واللي هو براين لإنه اعترف ولما بيتكلم معاه جو إن مش ده هو السيد لي الحقيقي بيتعصب على المدير وبيطلب منه يسيب القضية دي تماما لإنها تقفلت خلاص وبعد فترة بيتحرك جو في الجبال الجليدية اللي كانت في البداية لحد ما بيوصل لبيت قديم وبينده على الكلب لايكا والغريب إن الكلب بيطلع يجري عليه والعلماء كمان بيكونوا موجودين وهنا بيظهر قدام يونج وبيدعوه للدخول وهنا يونج بيقول لجو إن الحاوية اللي جه فيها كان موجود فيها أمه وأبوه لكن تعاطى مخدر مزيف وماته في الحال وبيقعد الاثنين قدام بعض وبيطلعوا المسدسات وساعتها جو بيسأل يونج إذا كان بيحس بالسعادة لكن يونج ما بيردش عليه وبيأكد له إنه مش السيد لي يعني يونج في النهاية بيحاول ينتئم من السيد لي اللي تسبب في وفاة أمه وأبوه وجو هو كمان بعد ما فقط كتير من رجالته عايز يعرف هوية السيد لي الحقيقي ولو إنت كمان عايز تعرف يبقى لازم دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان الجزء الثاني أول ما ينزل تكون أول واحد يشوفه وهيبقى ملحمي أكتر من الجزء ده كمان وبكده بينتهي في المنا النهاردة أسطورة وما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action علشان جزء نفسي